السلام عليكم جماعنا كنت خارجة وتأخرت بعد العصر فأسهل الأكلة ممكن تعملها هي الباني والمكارونة فتعالوا مع بعض الباني بطريقة سهلة جدا وبسيطة لو لم يكن لديك خلطة الفيجيتار سأعلمك كيف تعملها في البيت أول حاجة كده هتجيبه بصلايا بصلايا متوسطة وهتبشرها كده على المبشرة من الناحية اللي هي الاتخينة شوية دي أنا بخلها مش نعمة تمام كده بعد ما بشرت البصلوية هجب بيضة ورح جاي كده حطها على البصلة زي ما انتم شايفين دي أسهل طريقة ممكن تعملها للباني يعني طريقة سهلة من غير عكبة أو لك أو أي حاجة بمعنى هنا البهارات معي السبع بهارات وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وفلفلسود يعني البهارات اللي عندك حطيها كل حاجة كده ربع معلقة لان انا مش عمل كمية كبيرة انا هعمل نص كيلو بس بشوكة كده أو بمعلقة وتقلبه اللي احنا عملناه ده كده مع بعض زي البيضة مع الخلطة اللي احنا عملناه ده مع التوابل مع البصل قلبوه كده كله مع بعض انا بعمله بالطريقة دي وعالفكرة ايه بتطلع جميع اوه بقى تنسوا الملح اهم حاجة الملح تمام كده هنقلب كل الخليط ده كده اه بحسكوا الملح والتوابل والبيضة والبصل كل يبقى تمام كده مع بعض هنبدأ ان احنا نجيب البني بتاعنا ونتأكد ان كل حتة يعني اتشربت من الخليط اللي احنا عملناه ده بصراحة مفيش احسن من اليد انا حطيت المعلقة و رحت جاي عاملة بايدي كده بسرعة اليد بتعمل بسرعة وبعد احنا غسلين ايدنا ونضيفة عادي يعني انضف من الشوكة والمعلقة اللي احنا هنعمل به المهم ان احنا نحطهم كده في التدبيلة ونخلي كل حتة كده يتتشرب كده من الخليط اللي احنا عملناه اه انا ده نص كيلو نص كيلو بنيه تمام حتى كنت والله لسه مطلعا من الفريزر وكان متجمد رحت جاي حتها في شوط مية عشان يفك بسرعة عبر مسالة العصر كده وعملت البلح والعصير كان فك وكل شوي بغير من علي المية بعد كده حطيت في استيريتش كده او غطي بأي حاجة غطي البولة بتاعتك دي او الحلة او اي حاجة كده بستيريتش او بكيس بأي حاجة وحطيه في التليجة والمفروض يتحط على قل خالص نص ساعة لو انت مستعجلة برضو اشتغل فيه عادي وبيبقى طعمه حلوه برضو بعد كده بقى ملقتش عندي فيجيتور اعمل ايه؟ اعمل لكو اجمل خلطة فيجيتور وساجيبكو باية دقيق اهم حاجة بقى طوم بودر بصل بودر السبع بهارات وشطة وبابريكا وكل الكلام ده اهم حاجة في الكلام ده كله ايه بقى الكوركم الكوركم هو اللي هيديها اللون الايه؟ الاصفر وحطي برضو عليها معلقة كبيرة من الملح الكوركم بيديها اللون اللي هو الاصفر اللي انت بتشوفيه ده وبصوا بقى انا هنا لقيتها يعني من لونها مش اصفر او زي اللي احنا بنشتريه ماشي؟ فزودي كوركم عادي ما تخفيش الكوركم مش هيعمل اي مشاكل يعني كل ما تزوديه عادي يعني ايه تعمه اصلا بيبانش او في الاكل بس تعمه بيبقى حلو زودت كده معلقة كبيرة كوركم لحد ما داني اللون الاصفر اللي انا عايزيه تمام كده؟ هو عالفكرة عشان الاضاءة الكاميرا مطلعه كنه لونه بيهت بس هو مش بيهت واصفر عشان الاضاءة والكاميرا وكده فهو كده حلو قوي وهو ده اللي انتو بتشتره من بره بس زودي بقى الايه زي ما قلنا كوركم والتم البودر والبصل البودر والسبع بهارات والبابريكا لو انت عايزة بقى حرق حط فيه شطة انا حط فيه شطة حاجة بسيطة عشان نحبش الحاجة الحرق هتجيب كيس كده هتقطعه من الجم مش عارفة عشان محتسين بقى قبل المغرب ده بيبقى الدنيا حوسة كده نفعرفش ايه الحوسة دي المقص مش راضي يقطع الكيس هاجبكو كده المهم في الاخر خالص هتقطع الكيس كده زي ما تشايفها من الجم هتجيب طبق بتجيبنا دي اللي كان بتقطع الكيس ومش عارفة تقطعه المهم بقى فتحنا الكيس اخيرا هتجيب طبق كده وتحطه علي الكيس الكيس ايه بقى هنعمل عليه ليه بقى عشان في الاخر خالص بعد ما اتطبل عليه بروحه جاية رميه بقى ما بيوسخش اي حيك وبيبقى سهل كده وبسيط وانا بقى هتأخذ معلقتين كده من اللي احنا عملناه وهتطلع الخلطة اللي احنا عملنا فيه هتطلع البانيه من الثلاجة زي ما شفتي اهو مكنش كام من نص ساعة وكان طعمه جيمة ما بالك بقس بتاعة في التدبيلة كده بتاع ساعة ساعتين او بتعملها من الصبح كمين يواد اربع خمس ساعت كده في الثلاجة بيبقى حلوة اوي المهم تدبيناه اهو زي ما انتم شايفين وحط الكيس عليه كده وضغطي ضغطي بايدك اهو على فكرة توتة يا جماعة هي اللي بتعمل يعني دي مش ايدي انا اصلا محجبة يعني دي مش ايدي الاحسن حد يفكر ان انا ايدي هي اللي بين توتة هي اللي بتعمل اهو ويبقى خلهم يعملوا ويساعدون يتعلموا ساعة المغرب زي ما اقولت كده بتبقى الدنيا ضمور يعني المهم عملته ضغطنا عليه وجنة عملني خميصه هما في البني شوية توتة وشوية جنة المهم تضغطوا عليه كده بالكيس زي ما انتو عارفين طبعا انتو شاطرين وحلوين وعارفين كل حيج طب بلنا بقى البني كده هنروح على الطاصة وهنقليه طعمه بقى مش عايز اقولك والله عزيم مش عشان انا اللي عامله لا يعني طعمه جيمد التدبيلة اللي احنا عاملينها دي حلوة قوي وبعدين بتاعت الفيجيتار دي اعمليها على طول وعلى فكرة بتعمل كتير وما بيجرلهاش اي حاجة يعني خزناها عندك في اخر الفيديو جماعة لايك واشتركوا في القناة عشان نوصل لكم اي فيديو دي مع السلامة المهم انا نسيت اقولكو حاجة ان انا كنت اعمل لهم اللي هي الكنافة دي الحلقة الجاية بقى هقولكو انا عملتها ازاي وخليكو معايا اللي مشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له الاشعارات بتاعتنا وده الكنافة دي اسمها عش العش اللي مسلع النبي عمله فتكر عش النحل صح؟ عش النحل فخليكو معايا هقولكو انا عملتها ازاي وهقولكو كل التفاصيل الممكنة وكانت عمها برضو جيمن والمهم اللي يا دماعة بص يا احمد احمد بيرخم علي وهقولكو بقى حاجات جامدة كده المهم يا جماعة دلوقتي فيه ناس بتيسأل على جنة وطوتة فهم معلش عندهم امتحانات ومفروض بقى بيروحوا الدروس مفيش وقت في رمضان فانا هقدملكو بقى حاجات للأكل وكده لحد ما رمضان ما يخلص وخلصوا الدروس وزي ما قلتلكو قناتي علاقة جديدة اسمها صفا حمد بالعربي وبالانجليش وحطها لكو في الديسكريبشن وحطها كمان على المنتدى فيرت كل الناس اللي امتابعنا بقى يروحوا يتابعوني على قناة صفا حمد عشان عايزة حقق الشروط ووصل لألف ويبشكر جدا كل الناس اللي امتابعيني والناس اللي امتابعيني وبيعملوا لي كومنت ان شاء الله هقول اسميهم اللي عايزنا اقول اسمه في الفيديو يكتبلي في الكومنت وانا ان شاء الله هقول اسمه وهشكره وهعرف الناس ان هو يتابعني ومع السلامة بقى ورمضان كريم وان شاء الله يارب السنة الجاية زي دلوقتي كده كل واحد يكون محقق كل اللي هو بيتمنىه انا بصراحة بتمنى اكتر حاجة في الدنيا ان انا اروح احج بصراحة نفسه عامل عمرة قوي ربنا يارب يكتب هايلي وكل سنة انتو طيبين يا رب بألف خير وبألف صحة وبألف سليم وقدم لكم بقى لكلات جمدة انا اكتر حاجة اشطر فيها بصراحة الحلويات بأمينة يعني فانا هقدم لكم كل الحاجات اللي انا بعرف اعملها وبروفيشنال فيها وانتو برضو اللي عنده اي اكلة اي وصفة اي حاجة اكتبلي في الكومنت ونعملها مع بعض وكمان محضر لكم فجأة في العيد ان انا راح ان شاء الله مطعم مطعم كبير هصور فيه وهنزلكوا ان شاء الله الفيديو بتاعه وبشكركم جدا مع السلامة وكل سنة انتو طيبين رمضان مبارك مع السلامة مع السلامة